تمام تمامهم عندي one line diagram of three في يسبب سيستام السيستام هاذ كالعادي بيتكون من generator transformers و transmission lines طيب معطيني details لجنريتر والترانسفورمرز الجنريتر name plate 4,160 كيلوولت امبير اللي هي الابارانت فور اه 2.4 كيلوولت و 1000 أمبير اللي هما Rated Voltage and Rated Current ترانسفورمر 1 برضو النامي بلايت عندي والتانز راشيو مثل نعم اللي عرفت ترانسفورمر بدنا نأخذ منه والتانز راشيو والرياكتنز هون عندي تي 2 اللي هو الترانسفورمر الثاني عندي 4000 كيلو فولت أمبير والتانز راشيو هون ملاحظين عندنا هون مثل الاول عندنا كان step up ترانسفورمر هون step down ترانسفورمر والرياكتنز تباحها طيب البيس لكل فولت أمبير أكيد ما بتفرق بين الزونز يعني الزون الأولى والزون الثاني والزون الثالثة البيس للا الرياكتنز الرياكتف باور برضو بيس فاليو ليش لانه عندنا نعمل ترانسفورميشن ل فولتج أمبير اذا رفعنا الفولتج هون كعندنا هون step up ترانسفورمر رفعنا الفولتج من 2.4 كيلو فولت ل 24 كيلو فولت هون عملنا step up للفولتج و بنفس الوقت step down للcurrent فبالتالي الباور عندنا ثابتة فالبيس 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 فالبور ثابتة بكل الزونز طيب و قيمتها 2080 البيس فاليو هون لازم يعطيني بأي زون تمام؟ البيس لالفولتج لازم يعطينى بأي زون فهون معطيني 2.5 كيلو فولت البر يونيت فولتج هون البر يونيت 2.4 تمام على البر يونيت 2.5 اللي هي البر يونيت 2.5 نعرف قيمة البر يونيت 2.4 ومعطيني البر يونيت اللي يسحب هذا البر يونيت 2.08 والزاوية 90 اللي هو طيب شو المطلب عندي فاين فيزيكال كورنث فايوس شو بدي قيم الفيزيائية للتيار في الباور سيستمها طيب هون مثل ما هم عطيني 1000 أمبير في الزون هاي تمام ومثل ما قلنا رفعنا الفولتج فبالتالي شو بدي سيصير على الكارنت بده ينزل ينزل بمقدار قداشة مقدار تنزل عشو قداشة رفعنا الفولتج فهذا سيصير على الكارنت سيصير على الكارنت في مقدار 10 فالكارنت سيكون قيمته سيصير على الكارنت لو فرضنا انه هاذ الكارنت اللي هون اي ون تمام فقيمة اي ون اي ون شو بتساوي قيمة الكارنت الاصلي 1000 أمبير على التنز ريشو 10 وتساوي 100 أمبير تمام؟ لو فرضنا الكارنت اللي هون هون اي 2 هون كان عندنا فولتج 24 كيلو فولت اعملنا لها بمقدار نصف اذا الكارنت راح ينضرب بثنين فهون كان عندي 100 أمبير هون الكارنت هون اي 2 راح يكون قيمته اللي همية ضرب بثنين او مقسوم على نص تمام؟ بساوي 200 أمبير اوكي المطلوب الثاني البياريونيت كارنت فاليوز البياريونيت كارنت فاليوز بعد ما نعمل تبسيط لهذا السيستم نعمله بيرفيس سيركت تمام؟ راح يعطيني سيريز تمام؟ سيركت سيريز فالكارنت كامل بكل هاي برانش سيريز نفسه طيب هم اعطيني البياريونيت شو بيساوي؟ 2.0 ثمانية والزاوية سالب تسعين بيريونيت تمام؟ فالكارنت اللي هون نفسه اللي هون نفسه اللي هون بعد ما نعمل تبسيط لهذا السيستم ونعمله بيرفيس سيركت تمام؟ راح يعطيني قيمة الـ بيريونيت بتساوي 2.08 وزاوي مينس 80 ها طبعا بيريونيت طيب المطلوب الثالث بيريونيت بيريونيت بيريوني 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 بحيث انه أصبع عندي قدش هون 2.5 تمام؟ 2.5 هون طبعا راح نشوف روجة قيمة البيز لكل زون لو فرضنا هاي زون 1 زون 2 وهاي زون 3 الزون الي هون 2.5 نعمل للفولتج عملنا نستيب أب بمقدار هون عندي 10 فصارت 250 عملنا لها بمقدار النص صارت 125 كيلو فولت تمام؟ فهي نيو بيس فاليو ل الزون هذوي اوك فننوجد الزد بيريونيت الزد تمام؟ الترانسفورمر الأول على القانون مثل ما شفنا القانون شو هو يزد بيريونيت للقيمة الأصلية الأول وتصال 0.04 مثل ما هو given 0.04 بيريونيت 0.04 مطبق على القانون ضرب الميجا فولت أمبير نيو هون صار هندي الميجا فولت أمبير قداش؟ 2080 تمام؟ الترانسفورمر هون الترانسفورمر 1 قداش شغال على الأببيرنت باور هاي أو الرياكت الرائتت بور 6000 طرق هسا البولتج أولد على البولتج نيو تربيع البولتج أولد قداش؟ 2.5 أو سوري 2.4 صار شغال على 2.5 فإذا 2.4 على 2.5 لكل سكوير وهاي تعطيني قيمة J.O 128 وما هي كهوهدتها؟ بابام بير يونيت طيب زيت بير يونيت للترانسفورمر الثالي من نفس الطريقة 0.04 كان شغال على 4000 و الباور 2080 مثل ما قلنا نفسها ضر ثاني نقوم بعمل ثاني نقوم بعمل نحلها على 12 كيلو فولت نقوم بعمل 12 كيلو فولت على 125 ثم نقوم بعمل 22.4 25 25.5 ثم نقوم بعمل ثم نقوم بعمل ثم نقوم بعمل فالباريونت الجديدة تساوي 0.0 192 باربو ثم نقوم بعمل بالفنت ثم نقوم بعمل ثم نقوم بعمل كما نقوم بعمل وهكذا فلت سبب ثم نبيت نقوم بعمل 2.4 ثم 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 نقوم بعمل 0.96 0.96 والزاوي 0.0 تمام؟ إذا بدي أوجد V2 اللي هي على البس الثاني البس الثاني شو عندنا؟ في عندنا فولتج 2.4 عندها فولتج تضرب على الرياكتنس هاي تمام؟ اللي هي الرياكتنس ضرب الكانت Jx مغربة بهي للآل فإذا بيحسب البولتية البس الثاني V2 شو بتسوي والتيت الأول نخص الفوتو جدرو I باريونت هنو قديم نخصو بإيش باريونت في زد باريونت لمن الترانسفورمر الأول V2 شو بتسوي V1 0.9 6 الحزبناه فوق زاوي 0 минus البرد 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 حسبناها اللي هي 128 بالعشرة ألاف J 0 A 128 تمام؟ هذه تساوي V2 0 9 33 4 والزاوية 0 طيب V3 أو V4 للفلتتج الي اخر شي بتسوي الفلتية الأولى ناقص الفلتج اللذي بحسبناه بالخطوة الأولى بيتساوي هذه الفولتية 0.9334 و الزاوية 0 نقص I بنعرف قيمتها 2.0 قليلا نحطها مثل ما هي ضرور الرياكتنس على الترانسفورمر الثاني حسبناها كانت عندنا 0.0 192 في الجي طبعا و الزاوية نحطي جي نفس الزاوية او مشي لجي او تزاوية 90 بصير فقطع معي الفي على البصر الرابع بتسوي 0.8 935 و الزاوية 0 و ايش هاي بيرونيت تمام طالب مني بالفرعة الاخير الابيرنت باور 1 و 2 و 4 طيب S1 الابيرنت باور اللي هي المغنيتود للكومبكس باور بتسوي V1 في I1 الاثنين بيرونيت تمام يعني قاعد بحسب مين البيرونيت وتسوي V1 0.96 بزاوي 0 رب طيب هو بده مغنيتود فيش تسوي I بتسوي 2.08 وهو يسوي 1.996 تمام وهو تقريبا يسوي 2 بير يونيت طيب S2 بتسوي V2 يحسبنا بشوي 0.9 3 3 4 ضرب 2.08 وبتسوي بقريبا 1.94 بيرونيت و S4 بتسوي V4 بتسوي 0.89 9 3 5 ضرب 2.08 وتسوي 1. 8 5 بير يونيت تمام مهم يكون حسبنا الابانت بور للثري بوسيس موسيقى موسيقى